يعني لو مش علي جابر أيماً ممكن يكون ورقة كروش عشان هو كده معندوش واحد من المدافعين بيطلع بالكورة هو دايماً بيحب يبعونه واحد بيطلع بالكورة مرة حقيقزه مرة عبد المنعم ياسر وإم شيعمل دي ياسر وإم يطلعش بكا كايز فأيماً قاشر فرامة ربية هومر بيطلع بالكورة طيد تهمس له فورا مرة بيطلعه إيه لو ابتبع دايماً قاشر قول له بقى اقول له ما هو انت عارف وانا عارف ما اهدى بلاش تهور بلاش انذارات في اول الماتش عشان انت بتدربك الدماغ المدرب بعد الربع ساعة نص ساعة ده خد انذار طب انا لازم اغيره فبتدربك له حساباته صح فبلاش تهور ايمن بلاش تاكلنج في الثمنتاشر العب اللاعب بتاع زمان اللي هو ما يتوصلش الكرة للعيب وخلاص صح لفلك اثبت على رجلك ما تدفعش او خد واطلع خد واطلع ده النصيحة لاي من ارش ويا ما عمل ماتشات قويس طبعا انما ماتشات الاخير لأ فيه تهور جامد كل دي انذار حتى لما بينزل الشوط التاني بياخد انذار فالمساك ما ينفعش من اول ماتش او ياخد انذار انت فاهمني نفس الكلام مستبقى والبال من الحكام اللي كروته سريعة الكروته سريعة قوي دي بالنسبة للاثنين او ثلاثة المساكين انا يعني قلت لك